استعدت وزارة التومين والتجارة الداخلية لعيد الأطحاء المبارك حيث سيتم فتح منافذ للمجمعات الاستهلاكية أول ثلاثة أيام من العيد لطرح اللحوم وكافة المنتجات هذا وسيتم طرح كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمجمدة بالمنافذ إلى جانب طرح الخراف الحية من خلال 39 شادرا في أنحاء الجمهورية عمل متواصل في أكثر من 1300 منفذ لبيع وتوفير اللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين على مستوى الجمهورية مع قرب حلول عيد الأطحاء المبارك وإلى جانب اللحوم تتوافر بهذه المنافذ أنواع مختلفة من السلع الأساسية أدت إلى إقبال كبير من المواطنين زيادة المعروض من السلع الأساسية ده رقم واحد بنشتغل عليه وزيادة المعروض من اللحوم يعني ضخينا لحوم سوداني أكثر من 6000 وربعمائة تراس على مستوى الجمهورية في المجمعات السلاكية اللحوم المجمدة حوالي 4000 طن زيادة المعروض واللحوم السوداني من ضخاف المجمعات من 120 إلى 200 طن فيه اليوم الأسعار منافسة جدا مقارنة بالقطاع الخاص السوداني الفريش لحدك شايفه هنا ب 115 جنيه اللحوم المجمدة البرازيلي خفضنا سعرها من 90 إلى 85 جنيه الضاني المبرد ب 135 جنيه الكيلو الآيم فيه الخراف الحية بتسعين جنيه عندنا 39 شادر على مستوى الجمهورية الشوادر بتشتغل من دلوقتي لحد تالت يوم العيد الأسعار هنا ممتازة عن بره ودايب من الحاجة طازة ومتوفرة وبجودة عالية جدا طبعا بالنسبة للسوء اللي بره والسوء الخارج والأسعار الكتاع الخاص تعتبر اللحمة هنا معقولة جدا وطبعا الطعم جميل جدا وأنا جربتها بالكيلة ولحمة ممتازة جدا كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمجمدة تتوافر بالمنافذ إلى جانب طرح الخراف الحية من خلال 39 شادرا في أنحاء الجمهورية بأوزان مختلفة مع التأكد من مطابقتها للسلامة الجسدية والطبية وخضوعها للكشف الطبي قبل بيعها للمواطنين بيتم استلام الخراف الحية خلال اللجنة بتتأكد من المواصفات الجاية ده اللي هي تكون مناسبة للأضاحي عم الخراف حوالي 20 شهر يعني حوالي سنة ونص عم أوزان متوسط 50 كيلو وممكن نكلم من 70 ل 75 كيلو في المتوسط نتأكد اللي هي الصوف بتاعها طبيعي ما تكونش كسلانة ما تكونش فيها خمول خليها من أي عيوب جهود متواصلة تقوم بها الدولة عبر أجهزتها المختلفة لتوفير السلع وطرحها بأسعار مناسبة تخفيفا عن المواطنين خصوصا خلال الأعياد والمناسبات المختلفة ومن بينها عيد الأطحى المبارك محمود جميل التلفزيون المصري